ازايكو شباب؟ عاملين ايه؟ يارب يكونوا بخير؟ بإذن الله دلوقتي هنتكلم على محاضرة الفلويت and electrolytes imbalance in ICU المحاضرة دي هي البعبع بتاع التب حارك يعني المحاضرة دي هي البعبع هي أصعب محاضرة في مادة التب حارك وأكتر محاضرة بيجي عليها أسئلة ومحتاجة زكاء محتاجة حفظ كتير لو تفتكر كده معايا ان احنا أخدنا الفلويت electrolyte ديت في مادة meet surge 1 كانت تقريبا برضو هي من محاضرة TEE لهيه والضيابيتس لو تفتكر فعشان كده هي محاضرة مهمة قوي اللي علينا في الترميدة محتاجة منك ايه؟ محتاجة منك شوية فهم ومذاكرة كتير الفهم اللي هتفهمه مني هيبسط عليك المذاكرة بنسبة 50 او 60% البقي سهل يعني المذاكرة اللي جاية هنقسم ان شاء الله المحاضرة دي على جزئين الجزء بتاع النهاردة هنقف لحد الفلويت والجزء التاني هنتكلم على الاكترولايت تمام؟ طيب في البداية كده بيقولك ان الفلويت electrolyte دي حاجة فايدل جدا في الإنسان عشان يعيش هي لازم تبقى موجودة ولازم تبقى موجودة بطريقة balance عشان جدي احنا بناخد النهاردة المحاضرة اسمها fluid and electrolyte imbalance في الاي سيو هناخد بقى الابنورمل بقى يعني ما يفوت تكون ايه؟ فوت تكون normal موجودة في الدم او موجودة في الجسم الفلويت electrolyte ديت وتكون موجودة ببالنس معين تمام؟ عشان انسان ده يقدر يعيش طيب لو حصل فيها تستيربنس حصل فيها imbalance هيقدي لايه؟ قالك هيقدي life threatening problems ايه دة؟ يعني هي ضرورية جدا ان حياة قالك اوه هقولك مثال واحد بيفقد في الويد واحد بينزف قدامك تخلف هيدخل في ايه؟ اللي بيفقد في الويد دة والي بينزف دة؟ هيدخل في ايه؟ هيدخل في هاي مفوليمك شوك تمام؟ خش في كارتك وضاي في ساعته شكرا يبقى هي مهمة جدا ان يعيش ان انسان ده يعيش قالك اوه تمام؟ طيب هي مهمة في ايه؟ اسئلة امتحان هي مهمة في ايه؟ اسئلة امتحان مهمة انها بتحافظ لي بتحافظ لي على البلوت فوليم لان فيها البروتين اللي هو الالبيومين اللي هو بيحافظ لي على كمية الدم اللي ماشية في البلوت فيزلز ما يخليهاش تطلع يمين ولا شمال لو تفتكر في محاضرة الرينال احنا قلنا ان هو الزابط اللي موجود بيمنع ان الفلوت تتحرك بره البلوت فيزلز ودي هنتكلم عليها دلوقتي في الانكوتك بريجر تمام؟ وبيحافظ لي كمان على البلوت تيمبريتشر الفلوت برضو بتنظم لي درجة الحرارة وبيعمل لي لوبريكيشن بص لوبريكيشن دي يعني بيخلي الخلية فيها شوية مية ومترتبة كده كويس لان الخلية دي لو مش بيوصل لها فلوت فبالتالي هتبقى جافة وحاجة اسمها شرينكينج هتبقى يعني هاشة كده تمام؟ وكمان ممكن كلمة لوبريكيشن هنا ان في شوية فلوت موجودة في المفاصل بتعمل لوبريكيشن للجوينت علشان يمنع الاحتكاكات ممكن تكون برضو لوبريكيشن دي معناها كده احنا عارفين طبعا ان البلوت بتاعنا بتكون من بلازمة اللي هي الفلوت الفلوت دي اللي هي البلازمة والسيلز اللي هي بتبقى ماشية جوه البلازمة اللي هي الريد بلوت سيلز والريد بلوت سيلز والحاجات دي فهو الفلوت هنا مهمتها ان هي بتنقلني السابستنز يعني مثلا بتنقلني نيوتريانت للسيلز وبعد ما يحصل الاكسجينج بتاخد الويستز منها وتوديها للكلة عشان يحصل لها فلتريشن صح كده؟ ودين هنتكلم برضو عليها النهاردة في الهوتروستاتيك والانكوتيك برجر تمام؟ يعني هوتروستاتيك برجر هنتكلم دلوقتي عليه ان هو بيوتي النيوتريانت والسابستنز للسيلز وبياخد منها الويست بروتكت عن طريق الانكوتيك برجر هنتكلم عنه نهاردة دي برضو من الوظايف الفلويت اكترولايت تمام؟ وبتساعد الجسم في ان هو يعمل فود بريك داوين تمام؟ وبعض الكيميكال ريكشنز خلاص؟ طيب البادي فلويت كونتينت أسر تمسكيوه البادي فلويت كونتينت دي سؤال تمسكيوه واضح او صريح اوه بيقولك الجسم بتكون من ايه؟ قالك بص في الانفانت خمسة وسبعين في المية منه بيكون ايه؟ بيكون فلويت خمسة وسبعين في المية من البادي ميت تاعت الانفانت تاعت التفل الرضيع دا قلك خمسة وسبعين في المية الاudalt meal؟ الاudalt meal 60% الغدالد ميل مهمة الارقام هنا الادلت ميل 60% الفيميل 50% ليه؟ الفيميل اقل شوية عشان فيه نسبة فاد اعلى شوية من الميل تمام تقصد مدهنينة كده شوية الـ Old H بسبب ان هما Old H فبيبقوا Dehydrated فبيبقى 45% من كسمهم Fluid طب ايه اكتر اعضاء فيها مية ابدت تكون من مية قالك الـ Brain طبعا الـ Brain والـ Kidney فيهم High Water فيهم مية عالية قوي بنسبة من 80% ل 85% من الماس بتاعتهم من الماس بتاعتهم من كتلتهم مية 80% ل 85% الـ Organ D-Mية تمام انها الـ Brain والـ Kidney على عكس الاسنان الاسنان بيبقى فيها مية Lower Water مية قليلة قوي حوالي نسبة من 18% مية خلاص طيب ده شكل الميل اهو الميل زي ما تفعنا 60% مية و40% solid تمام الـ 60% دول حيسكوتوا لا قالك بص احنا خدنا في مية سيرجو 1 برضو ان انت عندها حاجة اسمها Intracellular Fluid وعند حاجة اسمها Extracellular Fluid يعني Intracellular Fluid اللي موجودة جوه السيل السيلز تمام طيب اهي دي السيلز يا شباب دي السيلز السيلز دي اهي الفلويد اللي موجودة جوه السيلز في كسمي هي حوالي تلتين الستين في المية دول تمام اللي هي موجودة جوه الخلايا تمام يبقى من الستين في المية دول التلتين هم موجودة جوه فين Intracellular طيب التلت اللي باقي التلت اللي باقي موجود Extracellular Extracellular ده بنقسم لحاجتين يئمة جوه اللي هو البلازما وده بيبقى من نسبة عشرين في المية من التلت اهو يعني كده نرجع يعني هو في التلت التاني اللي هو Extracellular ده يئمة بيكون يئمة اللي هو اللي هو يئمة يئمة اهو يبقى نرجع تاني يبقى ستين في المية الفلويد اللي موجودين في جسمي بيبقى تلتين هم Intracellular جوه السيل تمام يعني حوالي اه مثلا يعني لو اعتبرنا الفلويد اللي في جسمي دي 100% يعني 100% من الفلويد دي تنقسم لحكتين 60% Intracellular و40% Extracellular اللي هو تلتين الفلويد بيدي موجودة Intracellular والتلت التلت موجود Extracellular خلاص الاركم طبعا هنا مهمة جدا والExtracellular دي مش بيسبها كده وخلاص Extracellular اللي هي موجودة برا الخلية عندي حكتين ياما موجودة ما بين الخلية بيسميها ودي 80% من Extracellular بيبقى Intracellular و20% بلازمة اللي هو تمام طيب بيقول لك ان نفس الكلام اللي احنا بنقوله ان بيقول لك هنا ان Intracellular فلويد كمبارتمين انك دوت بيبقى فلويد محاطة محاطة او ملفوف عليها زي بيقول لك زي ملفوف عليها ممبرين يبقى هنا بيقول لك كل الفلويد اللي موجودة جوه محاطة بممبرين اسمه البلازمة ممبرين يبقى الفلويد اللي موجودة جوه Intracellular هي بنسبة تلتين الفلويد بتاعت جزمي قال لك محاطة كل الفلويد دي محاطة او موجودة جوه السيلز ما هو Intracellular يعني ايه يعني جوه السيلز محاطة بممبرين او مش محاطة بممبرين اجيت محاطة بممبرين عشان حافظ عليه زي ما انتشفت بسرعة من شوية طيب الاكسترacellular فلويد بقى قال لك الاكسترacellular فلويد دي هي اللي موجودة بره السيلز موجودة ايه حوالي السيلز او بره السيلز وقلنا احنا مش هنسكت مش هنسيب الاكسترacellular كده لوحدة قال لك ان الاكسترacellular فلويد دي بتنقسم لحكتين سيما ما تشاهل في الصور الاكسترacellular يعني بره السيلز يعني بره الغشاء اللي ميحاط بالسيلز عندي اثنين فلويد فلويد اسمها انترستشال فلويد احيي اللي هي مبين الخلايا وفلويد تانية موجودة جوها دي اسمها اكستراثر اكستراط certificate ت liaison من الحكي اما فلويد موجودة جوها البلات بيسموها البلازمة او انتراثر فلويد فلويد موجودة انترستشال فلويد لعني انترستشال فلويد اخوycz اخوycz م Uganda مبين الخلايا between الخلائب. مش في الدم. تمام? في بقى شوية تانية كده ما بيحسبوهاش قوي يعنش ان هي حكمها وقليل جدا زي اللي هو سريبرو سباين الفلاويد الفلاويد الموجودة في الدماغ. قال لك السينوبيا الفلاويد الموجودة في الجوينت تسمح بحركة الجوينت زي ما قلت لك بتعمل البلورة. البلورة دي برضو تعمل البلورة لمين? للونج. ان هي تبقى موجودة شوية. احنا بتحفين البلورة في طبقتين من بلورة في ما بينهم شوية فلاويد وغير جدا عشان يمنعوه الفريكشن ويسمحوا للونج ان يحصل له اكسبانشن. والبريكاردية نفس الكلام في شوية فلاويد موجودة ما بينهم. عشان تمنع الفريكشن وتخلي لدي البريكارديام ده ياخد ايه مساح تحصل له اكسبانشن. تمام؟ آآ اآ عكسه كارتك تمبونات تفاكر الكلام ده تعادل تطوارئ. والبروتينيه وماء في شوية فلاويد موجودة ما بين البروتينيه. طبعا دي لو هزاديد قوي بيعملني أسايتس لو تفتك تمام؟ ليس سيرتسبيسيا قال لك بصة باشا قال لك ان انت في كل كومبارتمنده اللي هو الموجود في الدم اللي هو انترافاسكولر أو الانتراستيشيال أو انتراسيلولر الثلاثة دول فيهم اكترولايت يبقى الثلاثة دول فيهم ايه؟ اكترولايت بيبقى نسبتهم مختلفة يعني نسبتها عالية في مكان يعني ممكن مثلا السوديوم معروف قوي ان هو نسبته تبقى عالية قوي في الدم انترافاسكولر يعني استراسيلولر موجود برا الخلايا عليه أو في الدم يعني وكان البوتاسيام بيبقى موجود في الدم وموجود فين؟ في الخلايا ولكن نسبته عالية جدا انتراسيلولر تمام؟ فهم كل الاكترولايت موجودة انترافاسكولر موجودة انتراسيلولر واكستراسيلولر achus دي معنا يلك انترافسكولر الالكترولايت موجودة هنا والدي دول هنا أولا ولكن يمكن ان يتحدث نسبته عالية في مكان و Hope tiver one التماري خاصة يتمثطي في المكان نسبته عالي في المكان ده تمام بس هما موجودين في كل حد فبيقول لك ايه بيقول لك ان البلازمة البلوت بلازمة ده يبقى في شوية الكترولايتس عالية او في السوديوم زي ما انا قلت لك واتفقنا السوديوم يبقى عالية قوي جوه البلوت جوه البلوت بلازمة جوه الانترافاسكولار يعني جوه الاكستراسيرور سبيس اللي هو الانترافاسكولار سبيس تمام سوديوم عالي كولور عالي البيكربونيت عالي والبروتين عالي ليه كيلو البروتين عالي بروتين ده اللي هو القلب منه اللي هو بيعمل حاجة اسمه انكوتك برش هنتكلم عنه دلوقتي انه هو هنا بيحافظ لي على نسبة الفلويد جوه البلوت فيزلز فبن يخلاش تخرج طب لو مش موجوده قليل الفلويد مش هتلاقي الزابط يبص القلب من داع من شبه الزابط موجود في الشارع عليه عشان الناس تلتزم وتمشي صح هو مش موجود الناس مش هتلتزم وتمشي الناس تخلى عكس هو ده القلب يوم من في الجسم موجود في البلوت فيزلز يا باشا انا مش هتطلع لفلويد او يا الفلويد الموجوده جوه البلوت فيزلز هتبقى موجوده جوه البلوت فيزلز طب انا تغيرت مثلا قليت يبقى كده لانجودك بروشل بيقل يبقى الفلويد هتنحرف خلاص طيب الانترستيشل فلويد قال لك فيه تركيزات عالية او في سوديوم كولور بايكارب ولكن مفهوش بروتين انا هعوز بروتين في ايه في الانترستيشل ما انا مش عايزة الفلويد تتلع من البلوت فيزلز يبقى جيد انا عايزة نسبة البروتين تبقى عالية فين في البلوت فيزلز مش عايزة تبقى عالية في الانترستيشل مغنيسيام بروتين يبقى التفاني جبيبين ان الكولول acetول MEx z موجودة في حتتين ان الكولكتروليت كلها موجودة في Про BE ولكن تركيزات مختلفين سام التفاني بقى تركيزه عالية اوي سوديوم والكلورايت والبيكربونيط والبروتين فين في البلوتد خلاص بيبقى تركيزته مليلة او فين انتراستيشل عالية او فين البلوتان يبقى فيها في lutomatansيام والفواسفاد والمغنيسيوم وبروتين تمام؟ يقول لك هنا بقى ان انت الحتة توجده بقى حتة فيتل معنا في المهاضرة تمام؟ قال لك ان السليوت الأملاح بتدتي انها تتحرك من الـ يعني ممكن تتحرك مثلا من الـ أو من الـ تروح الانتراستيشل او من الانتراسيليلر تروح الانترافاسكرل ده يتحرك من خلال ايه؟ من خلال ميمبرين موجود الميمبرين ده بيكون سامي بالميمور ميمبرين يعني بيسمح بمرور بعض السوليوتز وبعض السوليوتز بيقول لها لا شكرا خليك في مكاني كنت مش هتعدي تمام؟ طيب في بقى شوية خصائص كده يعني نازم 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 تكون فاهمهم عشان ترسوا الف الانتحان الديفيوجن والاكتف ترانسبورت والاسموزيز والهايترستاتيك برجر والكولويد برجر التفيوجن والاكتف ترانسبورت شبه بعض او بالضبط ما يصد見て هم معاكس بعض فاخليهم معاهم الاسموزيز دليل وحدها التفيوجن دوت او الانتشار هو حركة A لازل تكون تعرف حركة A ومن A ال E يعني انت شغل. يعني هيحرك السوليوت. قلت ايه? قلت فلاوت? لا. قلت سوليوت. حرك السوليوت من التركيز العالي للتركيز القليل. يبقى المكان اللي فيه تركيز عالي من السوليوت. السوليوت هتحرك من التركيز ده للتركيز القليل. اهو. زي ما تشاهد في الصورة. اللي في الصورة ده يا باشا. قال لك ده شوية سوليوت. موجودة في مكان تركيز عالي. وده السمين بينما من بينين وده ما فيهوش سوليوت خالص. فالسوليوت هتحرك من ايه? من التركيز العالي للتركي إذا المشارك من التركيز القليل السليوز الذي بتتتحرك فعلاً و فشي على التاني اخوه العكسه ده بالزبط هو الـ active transport بص احنا قلنا مش المفروض الطبيعي ان الـ cell use اتحرك من التركيز العالي لتركيز العليل قال لك اوه التاني بقى ده اسمه الانتفوشن صح? فده طبيعي الـ active transport ده مش طبيعي ده بيبقى محتاج يقولك active transport يعني transport بطريقة active يعني محتاج طاقة بيبقى عكس الطبيعي بقى يحتاج طاقة علشان ينقل الـ cell use من التركيز الاوليل للتركيز العالي لا، ده أنا هعمل العكس هعمل العكس يعني أنا محتاج طاقة تاني ، يبقى الـ Active transport من اسمه Active يعني محتاج طاقة ليه؟ عشان أنقل السوليوث عكس الـ أنقل السوليوث من التركيز القليل للتركيز العالي دعنا نشوف فيديو بص هنا بيقولك إيه؟ هنا بيقولك أن الطبيعي أن هو المكان ده بالسوليوث فالسوليوث تتحرك من التركيز العالي للتركيز القليل للطبيعي صح؟ طيب أكيرو اشتزال فل طب هنا في الـ Active transport ما هي حصل؟ Active transport لا، تلفل لهؤكة السوليوث تتحرك من التركيز الولاي التركيز العالي ببساطة إيه؟ الـ Energy اللي هو الـ ATP محتاج الـ ATP يجي الـ ATP يا باشا يعمل لك إيه؟ يخد لك السوليوث من التركيز القليل ينهالك التركيز العالي إزاي كيلو؟ اهو محتاجت طاقة Active Active transport تتاك طاقة تنقل السوليوث من التركيز القليل للتركيز العالي هذه الطاقة جايالي خدتنا السوليوث من التركيز القليل للتركيز العالي نفس النظام بس كده شكراً يبقى زون المطابعة سهلة او في الـ T-Fusion حكسها الـ Active transport تمام؟ يبقى الـ T-Fusion والتنقل هما الـ T-Fusion من اللي يتحرك فيهم السوليوث الـ T-Fusion ده عادي جداً انتشار عادي جداً مكان في سوليوث تتركيز عالي بيتحرك السوليوث بتركيز العالي تركيز القليل زي ما تشاهدت في الفيديو انتشار فعلاً ها عنتريك سامة برميمد بمبارين طيب الـ Active transport العكس العكس بقى محتاج طاقة طاقة عشاني التركيز القليل للتركيز العالي شكراً الخاصية الأسموزية الأسموزي من هي دي اللي مبني عليها المحاضرة الله يكلمك ركز فيها هي دي اللي مبني عليها المحاضرة بتاعتنا هيا واللي جاي دول تمام؟ طيب الأسموزيس اللي بيحصل فيها قالك إن الأسموزيس دي مين اللي بتحرك الأول؟ المياه 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 الم في تركيز الملح عالي. يبقى تاني يا شباب. المية اللي تتحرك. المية اللي تتحرك من المكان لتركيز الملح فيه قليل. تركيز الايه? فيه قليلة. للمكان اللي فيه تركيز فيه عالي. في الاسموزز ايه يحصل? في الاسموزز اهو. جاب لك اتنين تيوب. حط ما بينهم سيمين برمية من من برين زي ما تشاهد في الصورة. قال لك انا احط لك هنا هاي. وهنا احط لك المحنول التاني فيه. ودي نفس كمية المية. شوف بقى مين هيتحرك? طبعا احنا ان احنا فهمناه ان المفروض المية بيتحرك من التركيز العالي للتركيز الايه للتركيز العالي. صح? تعال بقى نعرف نشوف المية. بقى انا كده حطيت اتنين امبوبة. الاول فيها تركيز عالي. امبوبة التانية في تركيز قليل. ونشوف المية تتحرك من التركيز العالي ومن التركيز القليل ومن التركيز القليل تركيز العالي. شوف اللي هيحصل. اهو. لقيت ان المية بتتحرك من التركيز القليل تروح 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 تكتر في التركيز العالي. بس شكرا. هو ده اللي انا عايزه. يبقى المية لتتحرك. المية لتتحرك. من التركيز القليل للتركيز الايه للتركيز العالي. شكرا يا باشا. يبقى المية الذي حرك المية ذات، ونركز لي فأقولك من دلك موضوع الدرس السمية النهاردة. أنه أنه في موضوع�� الوحضراء صحيح أن الأموقع في يد son lit Trend gammaого المية تحب الملح، أنت اللي فم تنزلق المية تحب الملح الرينجة هل سیکز حتى من بعد جيد من assembl de Tosa 1 Tosa 1 أن المية تشب للملح، وال ن женاءahi حب المية و على أنغك ما أكمن و لكن المية تتكلم للمكان الذي يسعى ان يتركيز من الميل. تروح للمكان اللي فيه تركيز عالي. دي اسمها خاصية القسموزية. زي ما شفت في الفيديو. خاصية القسموزية بتقف امتى? بتقف لما كمية السوايل تبقى كافية. تمام? عشان تعمل تساوي التنين مع بعض. هي الاموبة دي هتوقف. استنى انا كده. الاموبة دي هتبقى توقف كده. توقف امتى? هتوقف امتى الاموبة دي بقى? نسبة المية تتحرك امتى? لما يبقى نسبة التنين تبقى متساوية في الاموبتين. متساوية في ايه? ما بين الممبرين. يعني لحد ممكن لحد هناك. لحد ما نسبة السلولز دي قد نسبة السلولز دي لتحرك المية حيوقف. يبقى خاصية القسموزية ايه? عملت الوجب بتاعها. فكرة جواهة من القسموزية خالص نخش بقى في النينجا اللي جايدة. كلام الى حد ما ممكن يكون بديد عليك سيكا. اللي هو الهيدروستاتيك برجر والكولويد برجر. او كولويد اسموتيك برجر. بص ما شاء انت هدفك ايه? يعني بص على الهدف وتك احنا هدفنا يا شباب ان انا الفلويد زي ما اتفعنا في القادة خالص. الفلويد شايلة ونيوترنت معينة. عايزة واكسجين وكلو جوز. نيوترنت بتاعت الخيء السلز. صح? النيوترنت دي ماشي فين? بتوصل عن طريق ايه? بتوصل عن طريق. انا باكل الاكل بتاعيه. من اول خالص 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 خالص. انا باكل الاكل. بينزل في المعدة. يحصل له أبسوربشن. ويمشي في الدم. صح كده? صح كده. طب انا هدف في ايه من الفلويد اللي يمشي في الدم دي ذهب kunne اقترب في الدم تشلي السبيستانت التشلي النترنت تشلي الكولوكوز تشلي الاكسجين وتوديه للسلز. هتمشي ها يمشي فين؟ هيمشي انتراسيلولر وهيمشي إكستراسيلولر لأ دا حيمشي في الانترافاسكولار. طبع. النيوترنت دي هتمشي في الفلويد. اللي ما شايفين في الانترافاسكولار صح كده? متفقين او لا يبقى. انا هدفي نترنت توصل لكل السلز. والسلز سفد بيها. ده الهدف بتاعي ده الجول بتاعي. خلص? طيب. يكين وحا ان السيلز تشيل النهاتف مرحبا أسفى ان هدفي ان البلوت فيزلز او الفلويد اللي ماشي في البلوت فيزلز تشيل النهاتف اللي هو فيه الاكسوجين والكلوكوس عشان توصله للسيلز بتاع الجسمي كلها عشان السيلز يتغير تعيش صح كده ؟ لما توصله للسيلز هيخش ازاي الكولوكوس والاكسوجين والنيوترين ده ازاي هيخش للسيلز طيب خلاص طبيعام يدخل ازاي هيطلع بقى الوست بروتكت عشان ياخدوا ويحصل له كطير او الل ineوتر crush و يقليات للك الله خير هين يعرفك كطيره هدف بتاعي ايه فاعي ان انا يمشي جسمي شوية نواتردددددد Ciب مميناع اتفاجيتهم ييبدأ الصلولوجك مشي في جسمida هناك نيوترينت كولوكوز ووكسوجين تمام؟ ماشي في البروت فيزلز داخل الانترافاسكولار اسبيس علشان انت وصل للخلاية يخشلها النيوترينت كولوكوز ووكسوجين وتطلع علي الوستبرودكت هتطلع علي الوستبرودكت اللي هو مين؟ ها؟ اللي هي حاجة التوكسيك هي مين؟ اللي هو بقى الوستبرودكت و السي أو تو ما علينا طيب عشان يحصل الجاز اكسجينج والفلويد اكسجينج دوت فلازم يكون عندي اتنين برجار واحد يدخل واحد يضر واحد عند الارتري دخل واحد عند الفين spin ايه... يضر أنت تشاهد حاجة اسمها cono steels يعنيني كوية الدم في تطلق يعني هو الدخوة المائة سيحصلerkt هذا الشيء اسمها فلتيDD عشان يعني يعني يبقى انا عندي الهيدروستاتيك بريجر ان بيحصل القلب بواسطة القلب الهارد الهارد بيدخ الدم تمام يدخ الدم عشان يودي لي حد السلس يبقى جوه يدخ الدم في الشورين عشان توصل لايه للسلس تمام ركما اسم قد أول قد تصل لأرد الهارد الهارد. BRI اضم twitter اول ما توصل لالهارد الهارد الخ��을 اضم لحد السلس ولم دخل الرقم يكون بينهم العشان. ما فيashedه الدم دينabil هو ده وثเฮه يكون Connecticut A And Moltes لماذا؟ عشان يضخ الدم جامد عشان يوصل للسيلس فهيخش داخل السيلس فأنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك ان الكولويد بريجر كولويد أزموديك بريجر ده سابت معي 25 هو سابت معي في كل حاجة سابت معي سابت معي سابت معي سابت معي قالك ان هادروستاتيك بريجر زي ما قلنا في الارتري بيبقى عالي لماذا؟ عشان قلنا في الارتري حتى لو حطيت ايدك كده على الارتري بتاعك هتلاقي لماذا؟ لماذا؟ القلب يضخ الدم في الشوريان صح كده؟ لماذا؟ عشان يوضيين السيلس عشان يحصل الارتري بريجر يعني هادروستاتيك بريجر يعني الفلويد الشايلة نيوترين دي تخش جوه السيلس تحصل لها فلتري وتخش جوه السيلس تمام؟ طيب يجي هنا هنا بيقول لك ان هنا الارتري بريجر بيساوي القولويد بريجر مفيش مشكلة فيه هنا هنا بقى الريئة بصول بشان خلاص يا باشا السيلس دلوقتي دخل لها بالهايدروستاتيك بريجر العالي ده اللي هو سليب موجة بعشرة هنا دخل جوه السيلس النيوتريند وتمام؟ والاكسوجينين طيب انا عايزي اتلعب منها بقى الوسط برودكت اعمل ايه؟ اخلي هنا طبعا عند الفين مفيش قوة ضخ يا باشا انت بتحط يدك على الفين بتاع ايدك اهو في قوة ضخ في هيدروستاتيك بريجر عالي؟ لا في الفين مفيش قوة ضخ تمام؟ اللي بيحصل هنا أشخد خلقا عائلة فهو اسم فثي الولوية الولوية هلها أيضا هو الالبيومين ميلا بيعمله؟ برودكت ميلا برودكت باي من الالبيومين الالبيومين يشفط المية لهذا الزابط الزابط اني موجود في الدم يشفط المية في العالم möchte لو اني مشفط ذلك حصل tv يقوم بما و إتج Ahí مشغط أن أกرré يبقى انا هدفي ايه يا شباب زي ما اتفقنا احنا هدفنا ان احنا ندخل نيوتريند فيها كولوكوز وكتوجين السيلس عن طريق البلاط فيزرز فالقلبي يدخل دم لحت السيلس فيبقى هاتروستوتيك برجر في الارتري كتير فالحاجة دي تخش جوه السيلس يحصل على فلتريش نتخش جوه السيلس طب عادي تطلعها فالفين بيبقى التخل بتاعه قليل هاتروستوتيك برجر بتاعه قليل 18 فيبقى هاتروستوتيك برجر عالي الالب يومين يشفط للفلود دي يدخلها لي تاني في حصلها ايه حصلها بقى الفلتريشن في الكلة وبقى وكتوجينيشن الحاجات دي كلها تمام? ده المفهوم بتاع الهاتروستوتيك برجر الكلام بقى بتاعه ايه? هاتروستوتيك برجر ده قوة دخ قدامي في الشؤك يان؟ في قلك فهينا بيقول لك المين اللي بيعمله الإنتبعه الهارد اللي بيعمله مين؟ الهارد القلب الي بيعمل الكلام ده الضخ يعني البمبنج بتاعتنا المطور بتاعنا القلب تب كولويد برجر خلاص ده بيبقى استنسابة 25 زي ما انتفقنا مليميتر ميركري من اللي بيعمله هو القلبيومين اللي بيشفده هو القلبيوم تمام؟ علشان كده شباب نفهم من الحتة دي ايه نفهم اننا لو عندي الهايدروستاتيك برجر قليل يعندي مشكلة في القلب القلب فيه مشكلة المضخة فيها مشكلة من اللي بيعمل الهايدروستاتيك برجر ده القلب المضخة بتاعتنا البومبينج بتاعنا القلب مش شغال كويس فبالتالي الهايدروستاتك بربعجر ايه قليل فيحصل ايه الفلويد هيحصل في اول حاجة تاني حاجة السيلز ذات نفسها مش انتت тур بالقود ده تجه الحاجة النيوتريد و الفلويد تخش جديد السيلز قالك اوه تمام كده الهايدروستاتيك برجر قليل علشان مشكلة حان ففي النهاundy السيلز مش بيوصل لها ولا فلويد ولا نيوترينت بتبقى جافة مش بيوصل لها اي نيوتريد ليس ليس ليصل لها أي اكسجين لأن مفيش قوة ضخل تدخل حاجاتي جوا الايه كوة السيلس نفهم من الحدة تاني كمان أقول رأيتها تاني من الهيدروستيك براشر دا هشان لم يكن تكون حدة هي جديدة عليك شوية للك هذه الهيدروستيك براشر اللي هو قوة ضخة دام في الشريان بوسيته مين؟ بوسيته القلب طيب لو في مشكلة في القلب يبقى الهيدروستيك براشر مش كويس يبقى هنا هدف من الهيدروستيك براشر الاكسجين ولا اي حاجة تمام فخير الموض、「 السيل دو Berديدج كلمة أول شيء لكن بقى لكن لو البروتين والأالبيومين يقلو يعني البروتين والأالبيومين يقاعدو يعني البروتين والأالبيومين في فكسب توفوت فاجيزة تمام Gray في فكسبverbs عنده مشكلة في الليفر عنده مشكلة في الليفر فبروتين عنده تظهار الفكسب متى من الأالبيومين موجودة فالأالبيومين قليل تمام فبالتالي مين اللي حيثي عندي؟ الهايدروستاتيك بيرجر فبالتالي الهايدروستاتيك بيرجر عالي ومفيش حاجة تخلي الفلويد موجودة جوه البلاد فيزلز مفيش صابت يا جماعة موجود فالفلويد تتحرك وتروح عن مين عند الانترستيشيال سبيس وتعمل لي إديمة يبقى عشان جده في حالات اللي عندهم مشكلة في الليفر بقمع معهم أسايتس ليه؟ لأن البروتين قليل القلب يوم القليل يا جماعة فين الزبط اللي واقف عند البلاد فيزلز يمنع ان الفلويد تتحرك وتطلع بره المصارب بتاعها مفيش مفيش فبالتالي الهايدروستاتيك بيرجر هيبقى أعلى من الكولويد بيرجر فالفلويد هتحرك من الانترستيشيال براحتها مفيش حد يمنعها من الحركة دي تمام؟ مهمة قوي حيثة الهايدروستاتيك بيرجر وكولويد بيرجر وأنا عدتلك أكتر من مرة أعتقد نفيش أحسن من كده خلاص لازل تكون يعرف طبعا ان هادوستاتيك بيرجر بيبقى عالي فالحاجة هتخش المساويين فيش حاجة هتخش ولاي الحاجة هتطلع سالة للابسوربشن تكون عارف ان الكولويد بيرجر هو ثابت معانا خمسة وعشرين لو سألك في الانتحانه وبقى غالس قوي فهنا بلاس عشرة وهنا بلاس سبعة تمام؟ طيب ايه هي الديلي ريكوايرمنت اللي أنا محتاجة في اليوم؟ أنا محتاجة قد ايه؟ الديلي فلويد ريكوايرمنت وبنحسبها ازاي قالك في الشخص الهلسي قدل يعني حد طبيعي جدا هلسي هتديله قد ايه؟ قالك هتديله حوالي خمسة وثلاثين ميلي لكل كيلو بيرجر يعني لو شوف انا مثلا وزني اخر مرة تاليه ابن وزنته كان ثمانين ثمانين ايه؟ هنكتب ثمانين وتمانين او سبعة وتمانين تمام؟ بس ما يبانش عاشنا طويل بس ما علينا فالسبعة وتمانين هتضرب السبعة وتمانين كيلو دول بتوع وزنه في خمسة وتلاثين ميلي كل يوم يعني تعالى كده نحسبها اقولك شو بصش انو انا بشرح كنت بدور على الرسمة دي كتير قوي لا هي الرسمة دي بص هي دي بتوصل بس الهوتروساتيك برجر وكلوت برجر بس بالطريقة انا اش رح طالك بيها بالزبط لان هي في الكتاب مش واضحة قوي يا جماعة مش واضحة قوي فهو انا بيقولك ان انت هنا مع الشوريان بيبقى في جهود ضخ من القلب فبيسموها فلتريشن ان هنا هوتروساتيك برجر عالي ان هو قوة ضخ الدم من القلب عالية فالفلويد بتتحرك للانتراسيلولور تمام بتخش جوه السلس بقى عشان تخزيها وتديها نوترنت والوكسوشن بتاعها هنا بقى بفيش اي حاجة بتحصل لان اتنين متساويين لكن في الاخر خلاص قوة ضخ بتقل اللي هوتروساتيك برجر بيقل وكده كده كده لونقودك برجر سابت فبيبتدي ان هو يطلع اللوست برجر في الحاجات دي في الفين فتروح يحصلها بقى دي سماري أبسوربشن فهيحصل بقى هتروح كدهني حصل لها فلتريشن والحاجات دي كلها تمام الحادة دي كنت بدور عليها الرسمة دي مالاتهاش فانا حابت اوارها لك عشان حرام يعني هتسهل عليك قامت جامد قوي حادة الفرب بين هوتروساتيك برجر والكوريت برجر فانا جيت بقى دربت 35 في 87 كيلو طلع علي 3045 من 100 لتر فده اللي انا محتاجه اشربه في اليوم طبعا انا ما باشربش لتر واحد في اليوم فطبعا ده زكاء مني فما علينا المهم انه هلسي قدلت يعني مفروض اشرب ايه حوالي ثلاثة لتر في اليوم اللي هو وزنه زي 87 كيلو تمام بيعتمد على ايه؟ طبعا مش اي حد قدي له ثلاثة لتر اكيد يعني انه هو 35 مين لكل كيلو جرام بيردي لاب اللي هو شخص رينل او كارديك فيليور معه مشكلة في القلب معاه مشكلة في الكيلة لا هتدهي هنا لانا قلل هما قصة عنده فلويد اوفرلود روح عمزودت فلويد يعني زكاء خارج لا مش هينفع ما بيعتمد على حسب حالة الكلا حسد حسد حالة القلب على حسب كمان يعني مثلا بتزيد في حالات الديزيز والسترس تمام ويكمان عشان هو بيحادث الديزيز والسترس بيزيد الفلويد لوس فانا ممكن هنا ازود فلويد عادي خلاص طيب بطبعا بتختلف علشان اقدر ان انا نصلح الهوميوستيز الدي يوفوليميا الفلويد ممكن تكون زينا هنكلم عنها دلوقتي بقى طيبس او فلويد كريستالويد كولويد بلد برودكت بعد طيبس او فلويد انا هنهي الجزء الاول عشان الموضوع مبقاش مطول معنا ما هنكلم بقى الجزء التاني عن الكترولايت طيبس او اي في فلويد مهمة 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 واسلت امتحان مهمة واسلت امتحان افهم فكرتها والبقى سهل يعني دي بقى دي فهم دي كل الحاجات دي فهم ما فاش اي حاجة ايه ما فاش حفز كتير كل اللي جاي ده فهم يعني الجزء الاول في الغالي بتاع الفلويد ده كله فهم الالكترولايتس الحد ما في حفز كتير بس الفلويد محتاجها تتفهم الاول تمام احنا نقولنا الفلويد يعباره عن ايه كريستالويد كولويد او بلد بروتكت بواحدة واحدة اول نتكلم عن الكريستالويد الكريستالويد يعباره عن ايه نتكلم عن الخلاصة كان ايه? نخش نتكلم على واحدة واحدة. دي عبارة عن ايه? مية. مية بملح او مية بسكر. تمام? المونيكيولز بتاعتها صغيرة جدا. بتعدي السم بالمية بالميمبرين. تمام? طيب. شنها بتعدي السم بالميمبرين فالشان كده هستخدمها في حالات الريسستيشن ايه. فهي عبارة عن ايه? يا مية بسكر يا مية بملح. آآ مية بسكر يا زمو جلوكوز. مية بملح يسموه صلاين. في حاجات تبقى ميكسة كده بشفيها شوية الكترولايت سموها ورنجر. ميزاتها سمها والله بتنفع في حالات الريسستيشن ان هي برعا ايه? شوية مية بملح او شوية بسكر. مية بملح او مية بسكر. فمش يحصل منها اي آآ سيف. آآ ممكن العيان بتاعي عنده ياخد كميات كبيرة منها عادي لان هي امنة سيف. مبتعملش اي آآ وخلي بالك انها في الكولويد لما يجي نتكلم عن ايه يقول لك وبيعمل آآ بيعمل آآ بيعمل آآ بيعمل آآ ممكن يحصل منه آآ آآ فانا المريد جايلي عايز آآ فبالتالي الكولويد هنا مش مش هتسعفني آآ كولويد دي آآ آآ ده حوار. تمام? يعني الكلب يودي في الكولويد قال لك الكولويد دي برضو هي آآ آآ نفس فكرة البلود. هي بتعمل حاجة اسمها بلازما اكسبانجرز. يعني بلازما اكسبانجرز. يعني آآ بدي حاجة بتكبر من جمية البلود بلازما. تمام? آآ عن طريق البروتين. البروتين ده بيحافز لي على الفلويد علشان آآ عشان كده لو عدد كمية قليلة منها من الكولويد بتفرم عادي جدا ان انا عدد عدد لتر كولويد ممكن يوعد يزود لي البلود حوالي 800 ميلي. لكن هو عدد لتر سالين حيقعد حوالي 180 ميلي هنتكلم عني قدام. فهو هنا بيزود لي البلازما اكسبانجرز يعني يعني مسلا مريض ده بينزف او معه مشكلة فانا بدي له كولويد لي علشان تقطر لي ترفع لي الضغط. يعني تعاليني من نسبة اللي ايه البلازما اكسبانجرز اللي هو البلود فوليوم. تمام? آآ عن طريق البروتين زي ما يقولك بيحافزني على الفلويد علشان كده لكن ادف karate men come plain GOOD look like 그래요 τι بتفرد معيه جدا في الخوار ده. على ققس تقولك الكريستولويد كريستولويد يبدي كمات كبيرة مطوعة منها عشان احس ان حصل فرق معيه. لكن كما اقولك الكريستولويد اي امان اكتر وسيف اكتر مميحصلش من اي رأكش شخص له ان يكون الكليستولويد بيحصل من رأقش شخص له علشان كده ممكن ندي الكولويد العيان ممكن يحصل Mississippi RX تمام? لناخد اول حاجة الكريستولويد. زي ما قلت لك الكريستولويد انا بحتاجها في الريسستيشن اكتر عشان الكلويد بيحصل منها ريكشن, تمام فانا هستخدم من في الريسستيشن كريستالويد وانا كريستالويد هي عبارة عن ايه مية ملح او مية بسكر وانا هي عبارة عن solution salt or electrolyte solution بيعدي من خلال السم Birmeable membrane ليه بيعدي من خلال السم Birmeable membrane هو سمول مونيكيور بس حاكمها صغير جدا تقدر تعدي من السم Birmeable membrane مية بسكر ومية ملح تمام ممكن يكون ايزوتونيك او هايبوتونيك او هايبرتونيك تمام؟ واحدة واحدة فقه عشان نفهم فكرة بتاعتها نمسك واحدة واحدة قص الهايبوتونيك هو ده الاختصار اللي قدامك بالزبط بالزبط احنا جوا جسمين يا شباب في حاجتين زي ما قلتلك الكمبارتمنت بتاعت الفك الجباب الحوالي انتستيشر ده خالص تمام؟ في عندي انتراسيلولر في عندي اكستراسيلولر او بيسموه انترافاسكولر وهو الانتراسيلولر وهو الانتراسيلولر وهو الانترافاسكولر وده الهايبوتونيك طبعا انا حد يعني هايبوتونيك 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 يعني مية فيها السوليودز قليل هايبو هايبوتونيك يعني السوليودز قليل والمية كتير يبقى المية كتير مكننة بنسبة السوليودز يبقى انا بدي سوليودز ايه بنسبة قليلة ومية كتير دي معنا كلمة هايبوتونيك point انا سيديها ايلي ايو ايو لسيل فيها سيل فيها اسيل قوت سيلتي بايزة يعني ايه سيلتي بايزة يعني ايو فيها F treble يبقى فيها سلوتس عالي التطبيق سلوتس Emily سليوتس هو يابج وجه في شناء سلوتس هيبوتونس يعني السيليوتز قليلة والفلويت تبقى عالية فإن اللي يحصل هنا يمشي جنب بعض مش البيلات فيزلز يا شباب بيعدي جنب الخلية فبالخاصية الاسمه زي بمين؟ بالخاصية الاسم السيليوتز يبنى على المحاضرة الملح يحب السكر الملح يحب الميا فالسيليوتز هنا عالي صح؟ مش الخلية هنا يا شباب دي هيدريدت ركز معي عشان ده مفتاح المحاضرة الخلية هنا ايه؟ تهيدريدت وشرينكينج يعني يتهيدريدت مفتاح المياه كتير يعني المياه أوليلي وسيلوتز عاليه فاجتتة هايبوتونيك سيليوتز قليل Tiها reim complications تمشي المياه العاليه في الدم عنها فيه البيلات فيزلز قاعدية هذه السيليوتز القليلة والماء العاليه في الدم فتروح معادية جنب السيلست ماعادية جنب السيلست تلاقي ان السيلست يوجد مياه 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 م شكرا. يبقى للعبوطونيك انه بيبقى this courage عندي ضوهيدريتيد. يعني ضوهيدوريتش رينجنج. يعني الفيلويد فيها قليلة. تمام? فيها قليلة يبقى سليودزي اكيد فيها عالية. مقارنة بالنسبة الفيلويد اللي قلة. خلاص? فانا اديها غايبوتونيك سيوليوشن يعني اديها سيوليوتز قليلة وفلويد عالية يبقى مية فيها نسبة ملح قليل نسبة سيوليوت قليلة علشان المية اللي تبقى عالية في البلوت فيزلز نسبة مية عالية في البلوت فيزلز يروح السيوليوتز اللي موجود جوا السيرز بنسبة عالية شهادة المية دي تعليقا علا 진짜 السرر ما بينك هو السلود diploma أخرى المرة يا شباب هنتكلم في هذه الحلة سوف أقول أن أنا لدي realistically اسمه hypotonic يعني حلول أنه إسمه hypotonic agnati valid訂閱 يبقى فيما أنه ماء يستذي لحالات هذا vidéo هي الحالات السلودة Nope من الم Durham حلص فن playback المناسب ب portrait لا أيشغال التركيز القليل للتركيز العالي فعلا المية تحركت من المكان اللي فيه تركيز القليل للسوليوتس فيه قليلة للمكان اللي فيه تركيز عالي اللي هو السوليوتس بقى فيه ايه عالي صح شباب مش دي خاصية الاسموزية يا شباب ايه خاصية الاسموزية المية حتى تحرك من المكان اللي فيه السوليوتس قليل تركيز قليل للمكان اللي فيه سوليوتس ايه تركيز السوليوتس فيه عالي دي خاصية الاسموزية اللي مبني عليها المحاضرة بتاعتنا اول جزء. ركز في الكلام. يبقى اخر مرة خالص? اخر مرة. عشان ما ستكون معلومة سبتت. انا اسف ان اطول عليك. الهيبوتونيك هو هنا السوليوتز قليلة والفلويد ايه عالية? بدي مية فيها ملح كثير. خلاص? ليه? عشان الخلية هنا الشنجج. الخلية فيها دوهيدريديت. يعني دوهيدريديت يعني دوهيدريديت يعني فلويد قليلة فكده السوليوتز هتبقى عالية. طب لما انا ماشي سوليوتز قليل وفلويد عالية المية هتحرك بال الخاصية لاسمه زي من التركيز القليل للتركيز العالي. شكرا. ده كده الهيبوتونيك. الهيبوتونيك عكسه بالظبط. الهيبوتونيك انا بعمل ايه? انا بدي سوليوتز. انا الهيبوتونيك بدي سوليوتز. سوليوتز ايه بقى? سوليوتز. هايبوتونيك يبقى كده عكسه. يبقى السوليوتز هي العالية والفلويد هي الايه? القليلة. طب انا ليه حدتي سوليوتز عالي? ليه? ليه قدي لشخص ده املح كثير? قل لك لان الخلية بتاعته ا اديما característي ياماشي فىcال اديمه س teeth with soft صحي كده وهمشى فيt fluid половى يعني مخرمه يعني فيها fluid عالية جدا صحي كده? فلود عالية جدا. والسليوتس قليلة مقارنة من نسبة الفلود اللي عالية. خلص? فالفلود تتحرك من التركيز القليل اللي هو في السليوتس قليلة الى التركيز العالي تخشيني للبلوت فيزلز. انا عندي ده برين. واحدة واحدة كده يا شباب. عشان ده اهم حتة في المحضرة. اهم حتة في الجوز الاول. يبقى في البرين. اللي بيحصل في البرين. انا اصلا ما امبعرف شارس. خليل بقى اكتب بقى. فالبرين في اديمة. او الخلاة دي عمدن فيها اديمة. خليلي فيها قديمة. يعني خليه فيها قديمة. يعني خليه مورمها. فيها فلود كتين. فالسليوتس ستبقى قليلة. انو حالا ما ماشي هايبرتونيك سولوشن. يعني 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 هايبرتونيك س كذا بالنسبة مع. أنت كدا فهدت المحاضرة اللي تقابل على كلها بص النقطاء دي بيقولك. انت ال olha科 Probation بص هم بيقوله على الكلوليد. ان هي زي ما بهتاد Plasma Expungeors ان هو بيقبر حجم البلازمة. يعني بيكبر كمية ال excellent Hospital اللي موجود في الدم. تمام الذين موجود في ال mines travels. فبيقولك westphagnis listening welches bilos einhypert TikTok هلية تعتبر Plasma Expungeors. ازاي؟ ال Let we go perception of plasma? إذا ده ال собир a ser as questions ما هي؟. أين بيأخذ كمية cres toolkit ادخلها جوه... جوه اللذي$ باكبر من مين؟ جوه للاذيب فرع بالميادة حاج能ين متاحق من الالذي$ مانها حاجمَ الاي نصبحتها بالماية باكبر حجم الزر J 758 حاجم باساساح بالميادة حاجة تحوشها بالالذي Bilder F travaillت بقوresses باكبر حاجم اللذي إعادة بعد حاجم Jones يعني بزود السيركولاتر من خلال الموب من انتراسيلولار سبيس الانتراسيلولار والانتراسيلولار سبيس بحركها لو اديها المين للانتراسيلولار سبيس ذا ما شفت في الصورة بالزبط بالزبط نمسك واحدة واحدة اللي هو الحاجة الايزوتونيك ايزوتونيك ده غلبان بنحلان يضوبك مية بسيطة جدا مية متدوبة نسبة متساوية من السوليوتس والووطر تمام? مية في ملح او مية في سكر او رينجر بس كده ده اللي موجود عندك في التوارئ من اخر مية بملح مية بسكر او رينجر اللي هو ميكست كده المية بسكر اللي هو بيسموه ديكستروز 5% في مية مية عادية جدا مية استرايل ووتر متدوب فيها كل جوز 5% ديكستروز 5% سماها مية بسكر دي بتعمل ايه؟ قالك دي بستخدمها في حالات ايه؟ والسبشا كونسنتريشن قالك المية بسكر دي بستخدمها في حالات لدونش الحال الهيبرناتريميا وحالات الهايبرناتريميا طبعا حالات الهايبرناتريميا انا عايز ادى PRIX كتير. عشان اعمل لنسبة السوديوم العلية ديت؟ صح؟ عشان ازود بعد الليل. عشان ازود نسبة المياه. عشان تعدي نسبة لنسبة السوديوم الموجودة كثير في الدم ديف. فبقيري ديكوستروس خمسة في المية. لان اجد مارح حد وللي حد نورمالصيلية. يبقى قدي مين? آيزو تونيق. تدي. التكوستروس خمسة المية. يبقى بقي في حلات الهايبر ناترينييا عشان نعمل نسبة السوديوم الموجودة العالية تمام دي اول حاجة اول استخدام. داني استخدام لسوأ لي مفيش استخدامات تانية اصلا. قال لك ايزوتونيك دي بديها في الاول بتبقى ايزوتونيك ولكن تخلي بالك بتبقى بعد كده هايبوتونيك يعني ايه بعد كده تبقى هايبوتونيك احنا قلنا دي عبارة عن ايه مية بسكر طب السكر ده يحصل له ميتابوليزم يحصل له ايه ميتابوليزم سكر اخده جسم يحصل له يعمل له متابوليزم يحوان له طاقة ات بي فها كده بقى مين في جسمي؟ تبقى في جسمي مية. فيتحول بدل ما هو ايزوتونيك يبقى ايه يبقى هايبوتونيك مية 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 ماشي في كيسم اقبارة عن هايبوتونيك فخلي بلك من حدة دي. دفي لما بيقول خلي بلك التقابل بتتدير ه قسد اوه لكن بالك لما لولكك بالك حصل له الميتابوليزم يتحول له المحلول ده لهايبوتونيك فخلي بلك انه يتقلب بكاذ الهايبوتونيك لما الكولوجوز بيحصل له متابوليزم ويتحول لطق مش بدي في حالات الريستستيشن يعني شخص فقط دم كتير ما يعدش عوضه بكولوجوز خمسة المية طيب ليه ما انت قلت حلو في حالات الفلوود لسو هنقول لأ ما هو ده سكر بمية مية بسكر فيعمل لي هايبرجليزينيا خلاص اي محلول في الدانية اي محلول في الدانية اخلي بالي منه لو حالات الرينال والكاردياك ليه انه بيسبب بالفلوود اوفاللود اي محلول خل بالك نوقف حالات الرينال والكاردياك عشان بيعمل لي في الوود اوفاللود ادي بحضر تمام؟ طيب لا تطبيق انه بيسبب ديالي كالوريز فول برولونجت يوس يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ اعمال كل شهد ديالي كولوجوز خمسة المية عشان ما بيأكلش طيب؟ اقول لأ خل بالك ده مش هيوفر له ديالي كالوريز اللي انت محتاجها لو انت هتستخدمه على المدى الطويل يعني ممكن ايه مرة مرتين وخلاص حليل دي؟ لا ما ينفعش يا جماعة جسمك مش ده محلول خمسة المية ده مفهوش كل الكالوريز اللي جسمك محتاجها تمام؟ فهيبتدي انه هو يدور على مكان تاني ياخد منه الطاقة زي البروتين يروح يقصلك في البروتين بتاع جسمك فهيلجأ المصدر تاني للطاقة؟ فلا ده مش هينفع عدمت عليه انه هو التاني ريجوار منت الكالوريز بتاع تاني المحتاجها محتاج ايه اكل بقى؟ تاج المريك ده نبي او ده كنت ارى الوصيله تانيه خلص؟ ده كده الجلوكوس خمسة المية نورمال صلاياkn حبيبيككل هل من كلاين نورمال صلايا يستخدمه في ايه؟ قالتك ده عبارة عن مياه ملح صح؟ ماهي بالمياه ملحة ده؟ سستخدمه في حلات الشوك ميه حلات الشوك يعني دهجد؟ فقط دم كتير، اعودهم ملح انهم متعرض لك احنا قلنا فتواري، في الاميرجنسي، دم لا يعوده وإلا الدم، الدم؟ هل أنت فكرت دنيور مرسلين؟ لا، أنا فكرت الدم، يبقى عوضوا بدم طيب أنا بأعمل إيه هنا؟ أنا بأعمل حاجة اسمه resuscitation يعني بثبت الوضع، يعني فرحق المشكلة، يعني مريد ده؟ عشان هنقله دم هعمل إيه؟ هسحب منه فصيلة، أعمل cross matching، أشوف types، وداكور ده في المعمل ها؟ ومع ذلك عرفنا الفصيلة إيه؟ وعملنا cross matching عرفنا الفصيلة إيه؟ cross matching ونروح لربانك الدم لما جماعة عايزين فصيلة كذا، ويجيبوني فصيلة الدم وانقلها تحوالة باشا، ده فيه ساعتين 4 أو 5، ده لو فيه يوم، تمام؟ فيه ساعات يا جماعة، في حالات الشك، أنا محتاج أعوض الشخص ده، طب أحسن حاجة عوضته بيها إيه؟ نور مرسلين بس أعمل resuscitation، أنا مش عوض الشخص ده نور مرسلين بالعبيد، لا بالعقل يعني، تمام؟ علشان لحد ما نقله دم، خلاص، ببانكز الموقف لحد ما نقله دم، تمام؟ اه.. فبحن يام كشل جماعة، حالات الهايبوناتريميا، حالات الهايبوناتريميا الميلد، ركز في الفلحدة،iew Cock� عندما تعلم هنا alternatives, انني بنتدخل مع حالات الهايبوناتريميا بانكز الموقف امتا؟ بانكز الموقف لما السوديوم يكون 100 وقت تحت 120 ثاني، يبقى في حالات الهايبوناتريميا أنا بدخل وعمل مش chewing أمتا؟ لما يبقى استوديوم أقل من 120 لازم أتدخل بسرعة وهنا بقى استوديوم ميلت هيبوناتريميا ميلت هيبوناتريميا يعني 125 هوفوضي طبعاً من 125 مائة 25 مائة 26 مائة 30 ممكن أن ندينه إيه؟ نقول نورمال سالين لكن لو سفير؟ لا، لو سفير ده أنا أعمل حاجات تانية خالص سنرى الهيبرتونيك سليوشن حالات السفير سلجع الهيبرتونيك سليوشن حالات السفير هيبوناتريميا ندينه صالين 3% لكن نورمال صالين هو 10% ندينه حالات هايبوناتريميا اسميدها الولاد ترانسفوجان بستخدمه هو يسلج الدنيا وأنا بدي الدم وأنا بعمل بولاد ترانسفوجان لإنه إلا يتفاعل دم ولا يقصره دم لسي الكولوجوس والرنجر وكروجوس يكصر الدم ورينجر يتفاعل مع الدم فليس ينفع معهم ولا كولوكوز ولا ينفع مع رينجر هو نورمال صلاة الدم ليس يتفاعل ولا بيكسر ولا أي شيء فهينفع مع برادة تنسيفوشن ويتفاعله في حالات الرسيستيشن والشوك في لوو تجينج متابوليك الكولوزيز باستدامه في حالات الميتابوليك الكولوزيز عشان هو بيعمل حاجة اسمها هيبركولوروميك أسيتوزيز ارجع لمحاضرة الأسيد بيس بالانس في صفحة 9 صفحة 9 الميتابوليك الكولوزيز vadem fast 9 يسمى هيبركولوميك باستأ 마음 걱정 plans في حالات الميتابوليك الكولوزيز成 comuns alone يذاب حالات الميتابوليك الكولوزيز حالة الميتابوليك الكولوزيز فانعلك الميتابوليك الكلوزيز فهم الحدد دي؟ اه لو فاهم كويس محاضرة الأسد فيس بالانس المحاضرة دي بالنسبة لك تباه اردو سهل الهايبر كلايسميا يعني الهايبر كلايسميا بديه نورمالكسالين طيب بديه كمان في حالات الـ DKE ليه في حالات الـ DKE لان طبعا مش هينفع العواضه بكلوغوز ان الحالات دي قصة يعني دي كاي اللي هو الكولوجوزي عالي قوي فما فيش أنسولين يدخل الكولوجوز جوه السلس مش هدينه كولوكوز. عالي كولوكوز اكتر. فأكيد برضو مش هدينه. خلاص. طيب. دي حتة الكولوكوز بس اشتركوا انت شايفها. خلي بالي بقى من ايه. طبعا اي محلول لازم يخلي بالي من حالات الهارت فيلير ويه الاديمة. وحالات الهايبرناتريميا. لان هو احنا زي ما قلنا بيعمل اي محلول بيعمل ايه افرلود. فخلي بالك من النوطة دية. اه لحتيت معناه مكست من شوية كده. صوديوم كولور بوتاسيوم كالسيوم. اه بس بنسب مختلف. تمام? ده بيعالج ايه? بيعالج الاسيدوزز. تمام? بيعالج الاسيدوزز. طبعا يا كيرو هيعالج الاسيدوزز ازاي? وانت بتقول لكتيتيت. لكتيتيت يعني لكتك اسيت. بدي ديله لكتك. بدي ديل حاجات لكتك. لكتك اسيت. ازاي ده هيعالج الاسيدوززز? هقول لك ما لا. اللاكتيت رينجر ده. هقول لك انه بيخش جوه الجسم. يروح على الكبد. يعمل له ميتابوليزم. تمام? يحول اللاكتيت الدية. يحول هالي لبيكاربونيت. البيكاربونيت ده ايه? بايكارب. البيكارب ده الكالوزز. تمام? فيحللي مشكلة الاسيدوزز. يبا هو كده بيعالج مين? بيعالج الاسيدوزز. ولكن الرينجر ده فيه عبين. فيه مشكلتين. اول مشكلة. للأسف احنا بنقول ايه? ان انا بتخليه لكتيت. الليفر يعدي على الليفر. الليفر يعمل له ايه? يحولي لي بايكارب. فيعالج لي الاسيدوزز يخليها الكالوزز. تمام? يحلل مشكلة الاسيدوزز. طب لو الليفر فيه مشكلة. مش هيحولي لي لبيكارب. فيفتر زي ما هو لكتيتد. لكتيتد الاكتك اسد. فيزود لي الاسيدوزز اصلا. تمام? تاني مشكلة انه هو بيرفع نسبة السكر. بيعمل لي هايبرجليسيميا. فمش هينفع. طيب. اكتشفنا ايه? اكتشفنا واحد تاني اسمه رينجر اسيتيت. ايه رينجر اسيتيت ده? قالك انا ده. فيه بقى العبين بتوعلك الرينجر لاكتيت انه هو بيرفع للسكر. وهي ما بيتحاول. ولو فيه مشكلة في الليفر. يبقى لذا مش تدير حالات ديابيتك عشان يبقى تاني تاني تاني. يبقى الرينجر لاكتيت. فيه عبين زي ما اتفقنا. اللي هو بيرفع نسبة السكر في حالات البيكربونات. وكمان لو فيه مشكلة في الليفر مش هتحول للاكتيت لبيكربونات. فمش هعليه للأسيديوزيز. اختراعنا حاجة واحد تاني اسمه رينجر اسيتيت. ايه رينجر اسيتيت ده? ده ما بيرفعش السكر ده بيحل العيوب ده ته رينجر لاكتيت يعني. تمام يا لأي حاجة من اختراحها يبقى تحلي عيوب الحاجة اللي قبلها. فما بيرفعش السكر فعادي يستخدم محالة ضياباتك. وبيتحول لبيكربونات عن طريق كل اعضاء وانسيجة الجسم تحولهوني من تحولي لبيكربونات على طول. تحولي الاسيتيت لبيكربونات. مش بس الليفر. يعني انا في اللي قطيت رينجر انا الليفر بس اللي قدر يحولهوني يعملني ميتابوليزم ويحولهوني لبيكربونات. ولكن في الاسيتيت رينجر اسيتيت لأ. رينجر اسيتيت قالك ده ممكن اي سيلز في جسمي تحولهوني لبيكربونات. يعني لو شخص عنده مشكلة في الليفر ادهوله عادي. هيحللنا مشكلة الاسيتوزيس. يبقى يحلل مشكلة الاسيتوزيس. خلاص فهمناها ازاي. طيب. بدي في حالات اي تاني بدي في حالات دهيدريشن بدي في حالات البيرن عشان يعوض للمعادن اللي فقدتها. عشان ده يقولنا في معادن كتير بنسم مختلفة في سوديوم وكلور ووبوتاسيا وكالسيوم فبدي في حالات البيرن. بدي في حالات لايه حالات الديارية. حالات الديارية زي ما اتفعنا يا شباب بيحصل فيها ديارية من الديارية دي اصلا من الاسباب الرئيسية للاثيدوسيس. Fu انا بديه في حالات ديارية بعوض بوجب. والكمان ияхنا قلنا في ايه انا بديهとかي gouvernement عشان تحولي بايكربونيت فيها عليك للاسيدوسيس فيه بيساعدني بارته الحاجات دي ناو يحللي مشكلة الاسيتوزيز يحولولي لإيه لعليك المشكلة دي يخليها لالكالوزيز ناو يتحول من الاكتيت اللي ايه ليه البايكاربونيتولاجي لازم يكون مخلباني لحالة دي مش حالة ليفر. تمام? آآ بيعواقق بحالة الاكيوت بلاتلوس شخصة فقط بدمة كتير آآ بسبب السيرتس بيسنج شفتي يعني الفلوود اتحرقت من المكان ما نورش اسيتين لازمة زي عملت للاكسيتيس ممكن ادي ايه لقدتت رينجر خلاص طيب خلي بالك يا باشا ان الاكترولايت دوت سيروم ده اااا في كل حاجة مفعوش ماغنيسيا بصلتكونتين ماغنيسيا يبقى انا اكيد خلي بالي من النقطة دي انهو مفعوش ماغنيسيا مافعوش ماغنيسيا يبقى انا جده كل ما ادي اكتر كل ما الماغنيسيا في الجسم سيقل تمام لان انا بدي مفعوش ماغنيسيا في اللوتر كتوروليت وليس مغنيسب فعلي المغنيسب والأطلال chega يقدر إيبو مغنيvtسيم بحث احتوي على البوتاسيوم أنا هذه كانت لا يمكنني الاخلιο لحيلة عن هنا لماذا؟ لأن البيتاسيوم سيовал وهي عمل جدين ل friends Welcome to We мире بالتحدث ببروتكت وفي التحدث بحيلة الان糖 البيتاسيوم لا يالتي فهو بيحتوي على البوتاسيا وانا اقعد ادي 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 والحالة دي جئرين الفيرير فالبوتاسيا مش هيطلق فعمل لي هايبركاليميا طب عاصل هايبركاليميا شكرا على القلب بقى يصال بقى مشاكل في القلب بالعبيد تمام هنتكلم عليها في حالة الهايبركاليميا بعمل دايليت تققوا حاجات غريبة كده مش بس استلموا بحالة الليفر زي ما تفعنا الليفر بيحاول لي مش الاسيتيت بقى بيحاول لي الاكتيدة يحول لي بيكاربونات تمام فمش هتضيف حالة الليفر قالك كمان حتى لو الباشن ما عندوش مشكلة في الليفر الليفر بتاعه كويس ما تدوش لو الباشن ده البي ايش بتاعه سبعة ونص سبعة وخمسين يعني لان احنا وانا شباب هو بيعمل ايه بيتحول من الاكتيد لبي كاربونات يعني بزودة الالكالوزز انا روح امدين حالة البي ايش بتاعها سبعة ونص اخيص نحن 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 ن والسل اللي يده هيدريتك عشان يجعلها ايه؟ وخليها حلوة فالهيبوتونيك هو هو المسال بحيدي عليه هو يعني محلول فيه مية ولكن نسبة السوديو فيه قليلة قوي 45% ده معنى 45% ده بس تقوم نفسه في حالات ايه؟ بس تقوم نفسه في حالات الويتر ريبليسمنت اللي هو شخص فقط مية قدينه مية يعني ايه؟ يعني شخص ده فقط مية كتير مثلا فقط مية تدينه مية. فقط مية تدينه مية. تمام؟ طيب. تاني مشكلة مع ايه اللي هو كعفكرة في حالة DKE باستخدمه بعض النور مرسلين وابل ديكستروز انفيوجن. وباستخدمه في حالات الهايبرتونيك ديهايدريشن. يعني هايبرتونيك ديهايدريشن؟ يعني السيلز بقى ديهايدريشن. هو عنده في الدم بتاعه هايبرتونيك. يعني ايه؟ يعني هو الدم بتاعه جواه سيليوتس عالية والسيلدهيدريشن فاديله هايبوتونيك. تمام؟ زي ما اتفاعل. قالك وصوديوم انتكلورايد بليجان يعني الشخص زي عنده صوديوم وكترويد قليلين. اديله جاستريك فلويد لوس من النسو جاستريك سكشن أو الفوميتينك. يعني الشخص زي فقط سوايل من غير سيليوتس كتيرة. يعني فقط سوايل كتير بس من غير سيليوتس. فاديله السوايل اللي فقدها هايبوتونيك. خلي بالك يستخدمه بحظر زي ما تفاعلنا في حالة القلب. اللي اللي بيعمل لي ايه? وخلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان هو بيزود لك الانترا كرينيال بريجر. يعني بيزود انترا كرينيال بريجر واحدة واحدة يا شباب. احنا قلنا ناشية في الدم ازاي? divide nhiều li holes to lowking nhi develop. صح حسنا يا شباب? Derby via. D!", ال please. 먹고 list faith into illiotis ايه? فالدم قليلة. upoud fluid. عالي بقى 1 solution with Stress, right? طيب. احنا قلنا الفلويد بتحرك من التركيز من اللي لتى التركيز العالي. يعني بتخخش جوه The cells. طبعا انت لو عملت Phase. التحرك ستحرك الجزء الله في البلود يبقى السيلز كبير لا يبيتناك لن يستخدم فقط الماء والتعالي ليه؟ لأنه نفس الفكرة بيقلل نسبة الماء في البلوت فيزلز تمام؟ ويخليها تخش جوه الخلية تمام؟ بالتالي ممكن يعمل لي اسايتس صح؟ تمام؟ وبيقلل من نسبة الماء في البلوت فيزلز بيخليها جوه الخلية أكثر زي ما نرى في الصورة طيب الهايبرتونيك الفكرة التعاته أيضا زي ما تشعب في الصورة الهايبرتونيك بدي محلول في ملح كتير في سوديوم في سوليودس كتير وفلود قليلة. خلاص. لان الخلاة بتاعتي ايدمدس. يعني ايدمدس. يعني فيها فلود كتير وسولود قليلة. فندي محلول فيه سولودس عالي وفلود قليلة. فالفلود تتحرك من المكان اللي فيه تركيز عالي تخش جوه البلود فيزلز عشان جسم منها هو ايه بلازما اكسبانجرز. تمام? بتضيف حالات البرين ايديمة عشان يشفط المياه الموجودة جوه في السلز يدخلها جوه البلود فيزلز. دي الفكرة تعته. الكلام اللي يقولك ايه الهايبرتونيك سيليوشن. قالك فيه 3 او 4 امثلة ليه. اهم واحد فيهم اللي هو الملح 3% بس هنا هنتكلم واحدة واحدة. لا كتير كسطروز 5% موجود في هالف نورمال سلاين. التاني كان موجود في ووتر فزمنها ايزوتونيك ما هي عادية جدا. لكن هنا تير كسطروز 5% موجود في هالف نورمال سلاينز. طيب بديف حالات ايه? قالك بديف حالات الديكي اي. افتر ، يعني حادث ديك إيه خلاص ، هنزبك إتفعنا في حادث ديك إيه احنا بنده إيه بنده نورمالسالين ما ممنطفينأصلاً. خلاص التدد بالنورمالسالين اه ، سبدي انا ادي بقى هايبرتونيك على شان امنع الهايبوجليسيميا والسيريبرا الإدليمى. مشان نتفعنا حنا هي بناء السيريبرا الإديما على طريق الهايبرتونيك لان اعمال يادي هايبوتونيك هو ادي مثلاً ايزوتونيك نورمالسالينز و بعد ذلك حدود هالف نورمار سلاينز مصلا wanted to normal to ... مالتقى الحادي لهايبروتونيك عشان امنعها البلايسيميا و ابنع السريبرة الاديمة نعم في حالات التى اي 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 زوتونيك و هايبوتونيك كما اقول لك اي 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 عدد نورمار سلاينز لكن انا امني اقاني له هايبوتونيك فالشيكات لدمذاك يحدثون لايا اي ديمة ف انا ممكن ادد معي هايبروتونيك عشان امنع الاديمة الايديمة ديت. اللي هتحصل بسبب ايه? زيادة ان هي بتتحرك من اه زي حالات لما بديها. بتتحرك من ايه? بتتحرك من من مكان التركيز العالي مكان في تركيز ايه? قلية تخش كوية الزلزة عملت الايديمة فبديت ان انا هدي بقى بتاعتي علشان امنع الايديمة ديت. يقول لك انا اخلي بالك في حالة DKE بستخدمه بس لما بقى الكولوكوز اقل من 250. يبقى بستخدمه امتى? السؤال ممكن تكون سؤال امتحاني يعني. اه بس هو مش بيركزه عليه قوي يعني فبقى لك ان في حالة DKE انا بستخدمه لو نسبة الكولوكوز اقل من 250. تمام? اكتر من كده مش هينفع استخدمه لان هو هينفع الكولوكوز جامد جدا. طيب. عندي misธupl 650 متزوه في normal solines مش half normal solines بس أستبدأ في حいلقط troubled migraties يعني حصل dehydration بأدل الزيves ودم ذات نفسه بلاد ALF quindi Amendmentwomanum ابغة Hil04 ابغة Hil4 clamor Hil4 foderm8 charge فهيوف ده بالنسبة لي يعتبر بلاسماك سيبانجرز في حالة لو انا مش متوفر عندي الكولويتس يعني احنا قلنا كولويتس ايه بلاسماك سيبانجر صح؟ وقلنا برضو ان الهايبارتونيك ده يعتبر بلاسماك سيبانجرز في اعتبر ده تيكستروز خمسة في المية متدوب في ملح ده يعتبر بالنسبة لي تيمبروري تريد ميند فور سيركولاتري انسافيشنسي انتشوك يعني بيشن ده فقط دم كتير واذا يخش بحالة شك فانا مؤقتا كده عمي يجي البلازمة بتاعته البلازمة اكسبانجرز اللي هو الكولويتس البلازمة مثلا ابتدي ان انا علق له تيكستروز خمسة المية في نور مرصانيش انا اعمل بلازمة اكسبانجرز تمام؟ لو البلازمة اكسبانجرز مش متوفر اللي هو الكولويتس مش متوفر بس نعم بحالة السندروم او ممكن استخدم صوتين كولوريلي طرده في المية اعني ايه السندروم أو او امر تيوريتك هنمون يعني انتتيوريتك هنمون بيقوم التيوريتك هيasty ربط من الماء يقوم بمماثل بحالةwa فبيقول لك ايه؟ syndrome of inappropriate endocrinemia يعني entity syndrome كده بيحصل فيها ان انتدورت الكلمون تفرص بكمية كبيرة قوي يعني حيمنع ان الماء تخرج فهيحبس الماء فيه؟ في البلوت فيزلز طب لما يحبس الماء في البلوت فيزلز اي حصل انا كده تركيز الامناح في البلوت فيزلز بقى قليل فانا حدي ايه؟ حدي السليوتز عالية قوي في البلوت فيزلز تمام؟ عشان تعادل تركيز الامناح اللي قال لا معنى الجملة يبقى لو زاد الانتدورت الكلمون حيحبس الماء جوه البلوت فيزلز بالتالي تركيز الامناح هتقل جوه البلوت فيزلز فانا بدي هايبرتونيك سيديوشن ليه عشان فيها عملح كتير بس الادسينون كرايز تيب تبقى حالة كده بقى فيها السوديوم ملين فالضغط بيقل والكولوكوز كمان بيقل لكن البوتاسم يبقى عالي جدا البوتاسم يبقى عالي ايه؟ جدا فانا بدي ايه؟ بدي القليل ده ارفعه فيرفعه للضغط ويديني كولوكوز ده كولوكوز وفنورمالسلين وهايبرتونيك فابلتي كولوكوز وده ادعبار كولوكوز وسوديوم ونفس الوقت مفهوش بوتاسيا تمام؟ اخلي بالي من ايه؟ اخلي بالي من حالات الكارتيكوليني نفس الكلام في كل مرة ويمكن اعمل لي هارتفيلية والبرمونة الايتيمة السوديوم ثلاثة في المية بقى سوديوم ثلاثة في المية ده سهل قوي يا جماعة ووديام ули этому الفيوم وهذا ممكن انك nippling جيلك في الامتحان سوديوم ثلاثة في المية كلوريد سيضآة في حالات هايبوناتري allocلي اكثر اقلنا وقامة فلو بسوع muita يعني submitted sonide wraps اللي هو سوديوم 3% كولورايد سوديوم 3% كولورايد يطيب حالات ايه سيفير هيبوناتريمية تمام كمان في حالات السيفير سوديوم ديبلشن يعني سوديوم قولي الاول كمان ما تطيب حالة البرين اديمة عشان تكون انت على علم برضو عشان يشفط للمية اللي موجودة جوه سيرس يخليه جوه بلاد فيزز بلاد فيزز بلاد فيزز تمام ده الوحيد اللي قال عليه انه موجود اخر حاجة هو اصل حاجة 10% في مية اه ده شخص فقط مية تديله 10% في مية في ووتر اه مية بسكر كده بس السكر عالي شوية يبقى في حالات الايه شخص اللي عنده محتاج كولوكوز اه حالات اللي هي بتبقى دخلها في هايبو جليسيميا جامد قوي بديها 10% في مية في مية اه خلي بالي بس السيريوم كولوكوز ليفل ايه يعلم اني ولا حاجة تمام اخر حاجة بقى خلينا نتكلمنا على الكريستلويد احنا قلنا فكرة الكولويد هي ايه هي بتعمل بلاد فيزز بتاعها كبيرة شوية فبتبقى موجودة جوه البلاد فيزز مش بتطلع تعدي السيمة من الميمبريم دعي بالك أيضا لك لأنها الملوكيولز متاحة كبيرة فهي يعتبر فايدة او بتعمل لي بلازمة اكسبانجرس تبقى مفرد قبل بلاد فيزلز فتعليه للضغط ولكن حاجة تانية هي كده هتعمل لي ممكن تعمل حاجة اسمها اكيوت كيدني فيلير او اكيوت رينال فيلير اكيوت رينال فيلير او كيدني فيلير يعني لانهو هنا شباب الملوكيولز عالية فتروح عند المصفة اللي هي جولومروس تقفلها تعمل لي اكيوت رينال فيلير ده السبب يعني وتعمل لي كمان مشكلة في بيعمل لي انهيباشن للجواجيوليشن سيستم فده ممكن يعمل لك انفلاكتك ري اكشن خلاص دي المشاكل بتاعته بس يبقى الكولولويتز دي هاي مولوكيولز ويد سوليوشنز حجمها كبير بشان كده بتقعد في الانترافاسكولر مش بتعرف تعدي سيمي برميابول ميمبريل فبديها بتبقى موجودة جوه الانترافاسكولر كومبارتمند فمن خلال الانكوتيك بريجر زي ما بتفلك الالبيوين زي ما بتفلك الالبيوين زي ما بتفلك الالبيوين ده بيعمل لي ايه انكوتيك بريجر بيخلي ده الزابط اللي موجود جوه بلاد فيزلز اللي هو بيمنع خروجها جوه ببرة بلاد فيزلز تماما فبيعمل لك حاجة اسمها بلازما اكسبانجرز سبق الماكرو مولوكيول زي ما كنت تبقى كبيرة فبيتر بيعمل لك بيخليها بيخليها تتحبز جوه الانترافاسكولر زي الالبيوين والحاجة اسمها الهيدا ستارش والبينتا ستارش والبلازما والتيكسترين خلاص اه عادك بس مثال على الالبيوين بيستطيع محالات ايه الالبيوين ده بستطيع محالات اللي عندها زي حالات البيكوز عشان في دخلت في شوك في بيرن في تروما في سيرجري انفكشن وعالج الهايبو بروتينيميا شخص عنده بروتين قليل أعالجه بالألبومين ده تمام خلي بالي من ايه خلي بالي ان هو ما فيش حاجة اسمها اساب تريد لا تثبيت الريد ده ما فيش حاجة اسمها الريد ده في ادامة على ايه ادامة على حالة المريض وكتشت على المريض واستجابتو للعلاج اه حابس خلي بالي لو الحالة دي عندها سيفي الأنيميا فالالبيومين مانوش ايسدين لازمة هنا تمام البيشت اللي عنده هايبوفوليميا وعنده انيميا لا مش هنفعدي قلبه لي مش هعمل حاجة خلاص لي مش عارف تمام بسؤال كده خلي بالك كمان يحذر وانت تقدي حالي الكارديوك نفس الكلام الكارديوك مان من هارتفيريال بسبب ان هو يعمل نفس الكلام اللي بيقوله كل مرة طيب هنا بقى في السلايدي بيقول لك ايه بيقول لك ايه بيقول لك الاتيكولويد ولا اتيكريستالويد قال لك على حسب ايه الاحسن يعني من الاخر من الاخر انا احسن لي كريستالويد ليه ما انك ده بنعرف يلا بين قال لك في الاحوار دود ان ان الاتيكولويد ولا اتيكريستالويد ايه قال لك ان انت عندك هل هاتيكولويد ان هايبرتونيا المصclamation بلاسميكسبونجرز يعني انه المشروعي بالإنباد في معضلت لبلاسماكس الفنجرز هل هيدي بحقيقة الهائلة للمشروعي لإنبادة behandلة مش عارفين فيه كده في الموضوع دا قلقك ماذا؟ قالك ان في بعض الاوقات بيستابيلايز الباشنت بتاعي عشان هو مش بيعمل و او هو كمان سيف ليستابيلايز كريستلوب العمل في الاول دا الايزواتونيك والهايبوتونيك والهايبرتونيك ولكن في بعض الاوقات ممكن يأدي البريفرال ايديمى مثل ما اتفقنا ان هو يخلي دخل تخش جواه الستله يدي هيدرييت صح فاكري الثالك تخش جواه السل الده هيدرييت ففي حد الاؤزواتونيك و هايبوتونيك عشان تخش جواه السل فتعاملن فا له عاصل دخل دخل عنده هاتف سيحصل تعميم التقليل كالك الحجم Lewis Lewis حجمه كبير فمجدتها هي تكبر حجم عند الكريستالijah لي بالسألة 1 liter ديجستران ده كولويدز بيزاود لي البلانت بنسبة 800 ميلي طب لو عادت نورمرسالاين 1 liter نورمرسالاين بيزاود لي البلانت بنسبة 180 ميلي بس طب الباقي يعني بس ان ال 1 liter нورمرسالاين اللي هو كريستالايد بيزاود لي 180 طب لو عادت كولويدز 1 liter زاود لي 800 لو عادت هيتا ستارش 1 لتر 750. الالجومين 1 لتر زويتولي 500. تمام؟ طب مشاكلها ايه زي ما اتفاقنا؟ مثل كنا بتعمل انهيباش الهيجوريشن سيستم وبيتسبب الهيجوريشن. تمام؟ عشان كده بحاجة الهيجوريشن. انا ما عندش وقته كمانا حصل الهيجوريشن بيشن ده هيموت. هو اصلا فوق الدم. وحصل الهيجوريشن حياراجلها الزويته بالميابيريتي راجل ده هيا خلاص كذوي شكرا انا ما اتفاقنا شكرا انا ما عندش كريستالليد امان وديني جميلة. انا ما عندش حصول الهيجوريشن. تمام؟ طيب فبيقولك ان انت بعض الابحاث قالت ان ممكن يحصل كمان الرف انه هو الكولز تعتك كبيرة. تمام؟ وكما بيقول لك ان في حالات الكلويد تبقى اعلى وكريستالويد يعني هي حجر الزاوية معي في اللي هي الكورنار ستونز في الفوليوم رسستيشن انا هستخدم كريستالويد من الاخر تمام مفيدة عن الكولويد بس كده اذا هستخدم من في الكريستالويد طيب ايه ليه بنستخدم الافيه فلويد قالك اربعة اول اربعة اول حاجة فلويد رسستيشن يعني بيش انت فقط دم كتير فقد دعوا وضوه تمام دي حاجة ارجنت لأ الفلويد رسستيشن دي حاجة ارجنت الهدف من الفلويد رسستيشن ان اعمل ايه اعمل احسن الدم اللي هواصل للفايتال ارجنز قلب مخرقة تمام دي حاجة ايه دي حاجة ارجنت دي حاجة حاجة بسبب دوت تمام بدي كمان يعني بديه فلويد دي عشان حافظ على normal range يعني ايه يعنيo يأكل بس توكلم اه لي got all three registered who are oral لكن ليست باكل كلzechgew Qualcomm że يبيج loose زوجือ ال Oklahoma control عشان المريض عنده ديارية فعالج ingoing lossesotom Adventures though يعني ingoing losses يعني اللي patient عنده ديارية باستمرار فباكible الاحتواج نآدم حاجة الفلويد ديارية باستمرار اخار حاجة هذا ليس ضروري قوي من الضروري هو الضروري لكن إذا يعلاج الدايرية فعالات الامجوينجرلوسة مثل الدايرية لا هذا ليس ضروري يمكننا استدامه كالردستربيوشن ردستربيوشن مثل ايه؟ أريد فلوت عشان أعمل أعاد التوزيع مثلا حدنا عندها أسايتس حدنا عندها أسايتس وعندها جنرال أديمة أديمة مثلا في البريل فأريدها هايبرتونيك ليه هايبرتونيك عشان أشفط المياه الموجودة في السيلس ودخلها جوة بلوت فيزلس حدنا الأسايتس أدي ألبيومين عشان يشفط الفلاويد الموجودة جوة الانترستيشيا ودخلها جوة بلوت فيزلس يبقى أعمل ايه؟ عاد التوزيع لفلاويد في الجسم آخر حاجة هنأخذها في حدتي خلاص اللي هي كالتبسي فالفلاويد سيرابي في شوية نصائح بيقولك عليها لما ديديك تدتي كريستالويد مش هتدي هاب هازارد كده لأ هتدي كريستالويد تدتي أنك تدتي لأنها عامة الريكويرمنت اللي 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 محتاجة هي قديه 35 ملي كل كيلو جرام بير دي ولكن هنا بيقولك الفكر التعتك هنا ايه؟ بيقولك لما ديك تدتي كريستالويد لما ديديك تدتي كريستالويد حسب وزن الجسم أو الحد معك من 20 وزن الجسم أو 30 في وزن الجسم تمام؟ من 20 إلى 30 لأ هتدي ايه؟ كريستالويد سوري قال لك فبشوف كمان الريد تعال اي في فلويد هنا على حسب استجابة البيشنت للفلويد ديت تمام؟ وهي بيقولك اللي نخلي بالك النقطة دي مهمة ان السيفي بي مش جول بتاعي في الريستيشن يعني مش هدف في الريستيشن ان السيفي بي ده يعلى الهدف في الريستيشن ان الريستيشن يصلى بلد دين احنا قلنا عليه قلب مخ رئة يصلى بلد دي يبقى كده ده الجول بتاعي احنا قلنا الهدف من الريستيشن ان انا كل الريستيشن وصلها دم لا تنسى انك تكمل الحفاظ على السوائل مش بس مجرد انك عملت وخلاص لأ انت لازم تعمل ايه؟ تحافظ على السوائل بتاعتك دي اسم مش مجرد انك عملت لا حاول انك ايه تكمل وتحافظ على السوائل مش مجرد انك عملت كده شباب نقول خلاص لحاية الفلويد سهلة جدا الليكتورايتس بقى يبقى فيها كلام كتير ولخبطة فاحنا هنسبها للبردتوب شكرا ليكم اتمنى ان محاولتكم بنسبه لكم سهلة وانا باستطاها عليكم احاولت اجيبلك فيديوهات وحاجات عشان نثبت معاك المعلومة عشان البردتوب يبقى بنسبه لك الموضوع سهل قوي شكرا ليكم اتمنى ان موضوع يكون سهل اعمل لايك اعمل كومنت شكعنا عشان نعمل ايه في جهة تامي شكرا شكرا ممال شكرا مستخدم شكرا